أخي دوري أريد أسألك سؤال عندما أدعو الله تعالى في كثير من الأحيان أرى استجابته أكسما أدعوه وهذا مما يجعل إيماني في بعض اللحظات ضعيفا فما الحكمة من ذلك؟ يا ريت تخبرني حتى أنا قلبي يستقر لو سمحت سؤال جميل يا أبو مريم سأضرب لك مثالا كي أوصل لك المقصود بدقة عندما تسجل في نادي رياضي لنقل مثلا أنه نادي حديد فعندما تريد زيادة في قوتك تقوم بزيادة الأوزان بصورة تدريجية فيزداد مظهرك جمالا وتزداد أن تقوه هذا مثال بسيط عن استجابة الله تعالى ولله المثل الأعلى عندما تدعوه أن يمدك بالقوة يعطيك الصعوبات التي تزيد من قوتك وعندما تسأله الحكمة يعطيك المشاكل التي تحلها وتزيد من حكمتك وعندما تسأله يا أبو مريم سندا أو حبا يعطيك شخصا تقضي له حاجته فعندما تقضي له حاجته ينقذك الله ويمدك بأناس ينقذونك من جوف صعوباتك فمن مشى بين الناس جابرا للخواطر أنقذه الله من جوف المخاطر الله تعالى يا أبو مريم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعندما تسأل الله تعالى شيئا فإنه يعطيك أسباب الحصول على هذا الشيء الله تعالى عندما يمدك فإنه يمدك بما تحتاج لا بما تحب ولما تصير جاهز راح تحصل الشيء اللي تريده وصلت يا أبو مريم؟ نعم وصلت يا ذريد واطمأن قلبي وجزاك الله عني كل خير شكرا جزيلا لك